من أخبار الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس وذكر عن أبي الورد السبعي أنه قال كنت عند الفض بن سهل وزير المأمون بخراسان فذكر الأمين فقال كيف لا يستحل قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه ألا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر قال فبلغت القصة محمدا فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواس فحبسه